مجدداً يدفع الجدل بشأن برنامج إيران النووي إلى الحديث عن المواقع النووية في البلاد وقدراتها تنقسم هذه المواقع إلى أربع فئات رئيسية وهي المفاعلات النووية والمواقع العسكرية ومراكز البحث ومناجم اليورانيوم من أبرز هذه المواقع مفاعل أراك الذي يعد أكبر منشأة نووية في إيران ويصنف بأنه مفاعل نشط للمياه الثقيلة كما أنه صمم لإنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم في تصنيع السلاح النووي وبحسب خبراء يمكن للوقود الذي ينتج هذا المفاعل إنتاج عشرة كيلوغرامات من البلوتونيوم سنوياً نسبة تكفي بالفعل لتصنيع قنبلتين نوويتين على الأقل سنوياً من المواقع النووية الإيرانية أيضاً مجمع أصفهان النووي أحد أكبر المشاءات النووية في البلاد والذي تم افتتاحه عام 2009 ويضم هذا المجمع مفاعلات بحثية نووية صغيرة ومركزاً للتكنولوجيا النووية تمتلك طهران أيضاً مفاعلاً للمياه الثقيلة يدعى بوشهر وهو أول محطة لطاقة نووية في البلاد ومعه بدأ البرنامج النوووي الإيراني ويقع هذا المفاعل قبلة السواحل الكويتية والسعودية وهناك أيضاً محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم التي تقع تحت الأرض جنوب العاصمة طهران موقع كان بالأساس قاعدة سرية للحرس الثوري الإيراني ويحتوي هذا الموقع على ثلاثة ألاف جهاز طرد مركزي أما منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم فتعد أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران وتتكاور من ثلاثة مباني كبيرة تحت الأرض إضافة إلى مواقع أخرى أنشأتها إيران كمركز بوناب للأبحاث النووية ومفاعل طهران للأبحاث ومركز لتدريب الكوادر النووية ومنجم وموقع لاستخراج اليورانيوم وما خفي من مواقع إيران النووية السرية ربما كان أعظم